في الضفة الغربية هدم جيش الاحتلال منزلاً في بلدة دير لخصون شماليتو الكرم بعد محاصراته وقصفه بعدد من الصواريخ المحمولة على الأكتاف وأفاد مراسل الغد بأن العملية العسكرية لجيش الاحتلال في البلدة لا تزال مستمرة حيث تدور اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال أضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال استهدفت طاقم الغد والطواقم الصحفية في محيط المنزل المحاصر كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى شهيد في محيط المنزل المحاصر ونشاهد هذه الصور التي وردت إلينا قبل قليل من مراسلنا حيث تطلق قوات الاحتلال النار سوب فلسطينيين حاولا الخروج من المنزل المحاصر في بلدة دير لخصون شماليتو الكرم لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بلدة دير لخصون شماليتو الكرم خالد بدير مراسل الغد خالد لماذا لا تزال هذه العملية مستمرة علما أن المنزل تهدم وماذا في آخر المستجدات؟ يعني المنزل بالفعل تهدم بشكل كامل وتحول إلى كوما من الركام وعلى الرغم من ذلك نشاهد في هذه اللحظات جرافة دي ناين العسكرية المجنزرة الإسرائيلية تواصل عمليات التدمير ودفع مزيد من الركام باتجاه عمق هذا المنزل كي لا يترق خيارا إذا ما كان تحت هذا الركام أي من المصابين أي من الجرحى أي من العالقين لمن كانوا داخل المنزل بعض اللقطات المصورة أظهرت بأن هناك على الأقل شابين فلسطينيين حاولاء القروج وباغتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية إطلاق نيران دقيقة بطبيعة الحال لا يمكن التعويل على هذه المشاهد فيما يتعلق بمصيرهما لكن ما استطعنا رصده بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باحتجاز الجثمان الذي أعلن عنه الهلال الأحمر الفلسطيني ولم يتمكن من الوصول إليه وهناك جثمان آخر بالتالي نتحدث حتى هذه اللحظة على الأقل وفق المشاهدات الميدانية خالد نتابع دوما هذه الصور المباشرة من طول كرم صور قبل قليل ونتابع دوما مع مراسلنا المستجدات المتعلقة بهذه العملية التي بدأت عند الساعة الحادي عشرة مساء أمس والمستمرة حتى الساعة في بلدة دير لخصون بالضفة الغربية حيث هدم جيش الاحتلال منزلا في البلدة بعد محاصرته وقصفه بعدد من الصواريخ المحمولة على الأكتاف أعود إليك خالد إن كنت تسمعنا في هذه الأثناء نعم أسمعك بالفعل هذه العملية لا زالت مستمرة وكما نشاهد الجرفاء العسكرية تواصل عملية طبعا وضع مزيد من الركام فوق هذا الركام باتجاه المنزل المحاصر قبل قليل في نطاق البناية التي نتواجد بها وللمرة الثانية على التوالي استهدفنا جيش الاحتلال بقنابل غازية في المنطقة التي نتواجد بها في نطاق البلدة على المدخل الغربي لبلدة دير لخصون هناك جرافة أخرى كهذه من طراز دي ناين المجنزرة تشرع بعمليات تدمير في البنية التحتية في البلدة بالإضافة إلى استمرار الانتشار العسكري هذه التحركات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات حيث يواصل طبعا التموضع والتمركز في نطاق عملية بدأت قبل منتصف ليلة البارحة واستمرت حتى هذه اللحظة ويبدو أنها ستستمر لبعض من الوقت وفق التقديرات الميدانية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطبق الحصار على المكان واستهدف هذا المنزل الذي تحول إلى ركام بأكثر من 25 صاروقا محمولا على الأكتاف وتم قصف المنزل بطائرات انتحارية مصيرة من قبل جيش الاحتلال وإطلاق عشرات آلاف الرصاصات المباشرة والحية باتجاه المنزل بشكل مباشر وعلى الرغم من كل ما تعرض له هذا المنزل إلا أنه كان هناك سلسلة من عمليات إطلاق النار التي استهدفت الآليات العسكرية على مقربة من المكان الذي نتواجد به هناك بطبيعة الحال تمت تحركات عسكرية إسرائيلية كما نشاهد بهذه الصور المباشرة هذه المدرعات بعض منها على متنها جثماني شهيدين تم انتشالهما من محيط المنزل أحدهما من داخل المنزل وآخر كان قد تواجد في محيط المنزل على الجهة المقابلة لهذه الآلية العسكرية التي على متنها جثمين الشهداء صورة الجرافة العسكرية تواصل عمليات التجريف يعني الصورة تعبر عن كل هذا الإجراء العسكري الإسرائيلي المنزل دمر بشكل كامل وعلى الرغم من ذلك تعاود هذه الجرافة كما تظهر الصور المباشرة وتواصل عمليات التجريف والتدمير لما تبقى من أجزاء في المنزل وعلى ما يبدو كما أشرت في بداية هذه الرسالة هي محاولة لإغلاق كل المنافذ إذا كان هناك مصابون عالقون أو إذا كان هناك جرحى عالقون أو مصابون داخل المنزل الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي ويعود لقياده في حركة حماس الشيخ بشير بدران من بلدة ديرلوخصون إلى الشمال من مدينة تول كرم في خبر عاجل الآن فقط على عجالة يعني يردنا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات يقتحم بلدة سيلة الظاهر إلى الجنوب من مدينة جينين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مشهد يومي تشهده مناطق الضفاء الغربية نعم استمع إليك الآن كنت أسألك إن كان من معلومات حول الجثة التي يمنع الهلال الأحمر من الوصول إليها نعم بالفعل هذه الجثة وهذا الجثمان قام الاحتلال باحتجازه بالإضافة لاحتجاز طبعا جثمان آخر من نطاق المنزل بطبيعة الحال نتحدث عن جثمانين على الأقل ولا ربما الحديث عن ثلاثة لكن من المبكر وبالانتظار لإعلان المصادر الرسمية المشاهدات كثيرة وغير دقيقة في ظل الطوق العسكري والبعد في المسافة التي تبعدنا من الموقع الذي نتواجد به وتحديدا أيضا المنطقة المستهدفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لربما يمكن القول بأن هناك حديث يدور عن شهدين إلى ثلاثة شهداء لكن من المبكر الإعلان عن ذلك طبعا جيش الاحتلال يقول وفق المحللين العسكريين بأنه قتل عدد من المطلوبين ولم يحدد أعدادهم ولا هوياتهم حتى هذه اللحظة في ظل استمرار هذه العملية هنا ببلدة دير لقصون إلى الشمال من مدينة تول كرم بطبيعة الحال هذا التحول لافت وكبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القوة التي يظهرها بعملياته وعدوانه المستمر في ملاحقة المطاردين الفلسطينيين والمطلوبين ولربما أراد اليوم تمرير عدة رسائل لبقية الأدرع العسكرية في مناطق الضفة على اختلاف انتماءاتهم التنظيمية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفك عن تمرير وفرض مزيد من القوة العسكرية الميدانية إذا محتاجت عندما يتعلق الأمر بأمن الإسرائيليين في مناطق الضفة الغربية أشكرك من دير لقصون شمالية تول كرم خالد بدير مراسل الغد